عندما تمت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار آخ النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابي الجليل سعد بن الربيع الأنصاري وأخيه المهاجر عبد الرحمن بن عوف فقال الأنصاري المبارك قال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف يا أخي يا عبد الرحمن أنا أكثر الأنصار مالا أشاطر كمالي الله ولي زوجتان وهنا يبدو الكلام هنا الكلام ولي زوجتان فانظر أيتهما أعجبتك فسمها أو حددها لي فإذا انقضت عدتها تزوجتها على بركة الله قلت لحضراتكم مستحيل أن نرى شيئا من ذلك أو أن يتكرر ذلك من أجل هذه الجزئية المهمة لي زوجتان فانظر أيتهما أعجبتك حتى أطلقها لك فإذا انتهت عدتها تزوجتها إن شاء الله معقول والله هذا الذي حدث في العصر الذهبي للإسلام بين يدي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبل أن يلحق بالرفيق الأعلى حدث هذا فرد والرد كذلك من عبد الرحمن رد كريم جميل عفيف ينبغي أن نتعلم له لم ينتهزها فرصة كالمنتهزين ويقول أريد هذه أو طلق لهذه ما قال شيئا من ذلك وإنما قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق توقفنا في اللقاء الماضي عند هذا الحد وقلت لحضراتكم سنستكمل بإذن الله من قطع من حديثنا حول آداب وأخلاق وأحكام الإسلام الحنيف فيما يتعلق بالزواج وعادات الناس في الزواج وما جرى بين الناس في العصر الحديث من تقاليد وعادات يرفضها الإسلام شكلا وموضوعا وسبب هذا الحديث الذي تحدثت به في الأسبوع الماضي وما أتحدث به كذلك اليوم سبب ذلك شكوى تلقيتها من شاب كان في قمة الحزن وهو يحدثني عن أسرة ذهب يطلب ابنتهم فصدم فيما رأى وصدم بما سمع من أسرة كان يتوقع منها غير ذلك وقال الشاب ليتك مع السادة العلماء تتحدثون في هذه الأمور المهمة ليعود الناس إلى إسلامهم وإلى دينهم وإلى قرآنهم وإلى سنة نبيهم وليتقي الله الناس في شباب المسلمين أحبتي في الله نستكمل من قطع من حديثنا ولكن أتوقف مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يسأل عبد الرحمن بن عوف بعدها بأيام وقد رأى عليه أثر الزواج فقال ميهم يا عبد الرحمن يعني ما لك أو ما الخبر يا عبد الرحمن قال تزوجت أنصارية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام وماذا سقت لها اسمعوا ماذا سقت لها والعبارة تحمل معاني جميلة كأن المتوقع أن يسوق إليها من الأنعام ما يستطيع عبد الرحمن بن عوف تاجر كبير في الجاهلية والإسلام وتاجر رابح دائما ومعروف بكرمه بين الناس أولم يا عبد الرحمن ولو بشاه اجعل وليمة لك ما هكذا يتم الزواج في هذا الصمت ودون أن يعلم الناس أولم يا رجل ولو بشاه ماذا سقت لها أي ماذا قدمت لها من المهر أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطمئننا أن هذه الأنصارية قد نالت حقها من المهر فقال أعطيتها وزن نوات من الذهب يا رسول الله فعقب الحبيب صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه ولو بشاه جميل وهيا إلى ابن الخطاب عليه رضوان الله الذي أنكر على المسلمين مغالاتهم في المهور وخطبهم ذات يوم ليتقوا الله في شباب الأمة وليتقوا الله كذلك في أحكام الإسلام وآدابه وقال ألا لا تغالوا في المهور ألا لا تغالوا في المهور فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يصدق امرأة من أزواجه ولم تصدق امرأة من بناته أكثر من اثنتين عشرة أوقية أو بالنص هكذا اسمعوا ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وما أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتين عشرة أوقية هذا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه الصداق ركن من أركان الزواج وركن مهم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فانطبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا من أجل